على حكم العراق منذ احتلاله عام 2003 تسير به نحو هاوية اقتصادية كبيرة في ظل سياسات تعتمد على أسليب خاطئة في إدارة الملف الاقتصادي وتسعى إلى تدميره ونهب خيراته واجعله في مصف الدول الفقيرة بعد أن كان دولة غنية تمتاز بثرواتها المتعددة وموقعها الاقتصادي المتقدم في العالم اليوم أصبح الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط موردا ريعيا فقط وبالتالي فإنه سيستمر في دوامة الأزمات الاقتصادية لتأتي اليوم جائحة كورونا متممة للمشهد الاقتصادي المتردي بعد انهيار أسعار النفط في السوق العالمية أكثر من ستة ملايين موظف عراقي مهددون بقطع رواتبهم أو تقليصها وستواجه البلاد مشكلة في توفير الإرادات الكافية لدفع رواتب الشهر المقبل مع انخفاض سعر النفط ووجود الأزمة الاقتصادية بحسب وزير الإعمار والإسكان في الوقت الذي تنفق فيه بغداد أكثر من 45 تلريون دينار سنويا مخصصات للدرجات الخاصة خبراء اقتصاديون أشاروا إلى أن العراق يحتاج إلى أربعة أضعاف سعر النفط الحالي لسداد احتياجته وبعكسه فسيضطر للتعويض إما بالسحب من الكتلة النقدية الاحتياطية في البنك المركزي أو الاستدانة التي تترتب عليها فوائد كبيرة للشركات والمصارف الأجنبية مجلة فورنطوليس الأمريكية قالت أن سياسات العراق في مرحلة ما بعد الغزو الأمريكي تشبه نظاما من الغنائم مصحوبا بفساد ورقابة معدومة ومعظم السياسيين والأحزاب متواطئون في هذا الأمر والأمريكيون مشتتون بشكل كبير وإيران تريد العراق كما هو عليه الآن فرص العمل العابرة لأغلب العراقيين لا سيما النازحين منهم والتي تلاشت بسبب القيود المفروضة على الحركة وغيرها من التدابير بالتزامن مع تفشي وباء كورونا بحسب مفوضية شؤون اللاجئين فإن ذلك مما فاقم الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العراقيين وبالتالي فإن العراق يواجه عاصفة كبيرة بامتياز مع انهيار أسعار النفط ومواجهة فيروس كورونا وتنم الصراع بين أحزاب السلطة بشأن تشكيل الحكومة والتوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران جاءت قضية انهيار أسعار النفط لتضرب الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بنسبة 95% منه على الصادرات النفطية بحسب صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية